عشقا عيني حروف المصحفي وفؤادي ذاق شهد الأحرف يفؤادي هذه أنوارها كلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخواني وأخواتي أحبابي وأحبائي في كل مكان في سائر الأمصار والأقطار والبلدان الذين وحدوا الرحيم الرحمن ونشروا سنة النبي العدنان نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية في أعظم حال على وجه الأرض بأمر الله الرحيم الرحمن فالحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب هو القرآن الكريم من أعظم مكان هو اللوح المحفوظ بأعظم ملك هو الأمين جبريل في أعظم شهر هو شهر رمضان في أعظم ليلة هي ليلة القدر في أعظم بلد هي مكة المكرمة في أعظم غار هو غار حراء لأعظم أمة هي أمة الإسلام على أعظم نبي هو محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنام ومسك الختام سيدي وحبيبي يا رسول الله ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد حباك لقربه ودناك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مسواك أما بعد أحبتي في الله ونحن في نهايات شهر شعبان الذي رفعت فيه الأعمال في ليلة الخامس عشر من شهر شعبان هذه الليلة المباركة التي يغفر الله جل وعلا فيها لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الكريم اللهم آمين يا رب العالمين أقول لكل مسلم على وجه الأرض يا ذا الذي ما كفاه الزنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان سيظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدة فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعلم ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاق بعدهم حية فما أقرب القاصي من الدان رمضان الماضي كان معنا أناس أقارب وأحباب آباء وأمهات أعمام وأخوال أصحاب وأصدقاء كانت لكل امرأة صديقة ولكل أخت حبيبة ولكل إنسانة أم أو أب فقدته في رمضان الماضي أو بين رمضان ورمضان هل تعلم أنك ستدرك رمضان نحن لا نعلم فالله سبحانه وتعالى أمرنا بصيامه وقال في الآية الثالثة والثمانين فوق المئة من صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ما قالش يا أيها الناس ولا يا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ إِيهِ تَتَّقُونَ ونحن في برنامج التقوى والإعمار مقصودنا التقوى والصيام مقصوده التقوى طيب يا أيها الذين آمنوا يعني كل واحد هيصوم في رمضان مؤمن نعم قال الحبيب النبي في صحيح مسلم والبخاري قال الحبيب النبي صل عليه صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام فهو النبي المصطفى علم الهدى وأدل من يدعو لسبل سلام نطق الكتاب بفضله وجلاله وبفضله ننجو من الأسقام صلوا على خير البرية كلها ما لاح بدر تحت جنح ظلام فهو السبيل لدار كل كرامة وهو الدليل لجنة وسلام وهو الشفيع لمن يدين بدينه ولمن يلوز بملة الإسلام صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا من تريد أن يغفر الله لك عليك بالصيام رمضان يا من تريد أن يغفر الله لك الكبير والصغير الغني والفقير العظيم والحقير الوزير والغفير الكل يريد أن يتوب إلى العلي القدير قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال النبي في صحيح البخاري ومسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر الحبيب النبي في صحيح الترمزي من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر للدوسي قال الحبيب النبي إذا دخل شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان ونحن في كامل الصحة والإيمان في جميع أمة الإسلام في سائر الأمصار والأقطار والبلدان قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفضت الشياطين ومردت الجن ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أريد أن أدخل عليكم البهجة والسرور في هذا اللقاء عن شهر رمضان لأن كثيرا من الناس في رمضان يحبه من أجل أكل الكنافة والأطايف والمأكولات والمشروبات والهميش واليميش والمكسرات وغيرها هارون الرشيد رحمه الله كان جالسا يوما مع أبو يوسف القاضي وكان وزيرا من وزرائه وقاضيا من قاضاته فجلس أبو يوسف بجوار هارون فقال له يا أبا يوسف نحن في أول ليلة من شهر رمضان في هذا الشهر الكريم المبارك نأكل كثيرا من الحلوى والمأكولات ونشرب كثيرا من المشروبات فما رأيك أيهما أطعم وأحلى الفالوزج أم اللوزبينج طبعا أبو يوسف القاضي رجل فقير يعيش على قدر حاله هو وأهل بيته فقال يا أمير المؤمنين لا أعلم ما هو الفالوزج وما هو اللوزبينج وأنا رجل قاضي لا أستطيع أن أحكم بين خصمين غائبين عني ذو الخصمين غايبين عني وأنا ما أقدرش أحكم بينهم ائتني بهم فقال أيها الحراس ائتونا بطبق من الفالوزج وطبق من اللوزبينج عشان أعرفكم الفالوزج اللي هو التمر بالفزدق واللوزبينج اللي هو التمر باللوز اللي هي بقى احنا النهاردة ما نشوفها كده في المدينة المنورة ومكة المكرمة نسأل الله ألا يحرمنا منهما أبدا اللهم لا تحرمنا نحن وجميع المسلمين من الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروى وشرب ماء زمزم وحتى لا أنسى في وسط هذه القصة أذكر حتى أيضا لا تنسون كثير من الناس يريد أن يحج بيت الله الحرام وليس في استطاعته الحبيب النبي في الحديث الصحيح يبين أن الذي يعتمر في شهر رمضان يأخذ أجر حجة تامة 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 طب يا رسول الله من يعتمر في رمضان يأخذ أجر حجة عادية ولا حجة لها فخامة ولها قامة قال الحبيب النبي حجة في رمضان عمرة في رمضان كحجة معي عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام هنيئا لك يا من تريد أن تحج مع الحبيب النبي والنبي ما حج في حياته إلا مرة واحدة وسميت حجة الوداع لأنه مات بعدها بواحد وثمانين يوما عليه الصلاة والسلام فلذلك أريد أن أقول لك إذا أردت أن تكون من الناجحين والفالحين في الدين والدنيا والآخرة عليك باختنام شهر رمضان هارون الرشيد قال له يا أبا يوسف أيهما أطعم وأحلى الفالوزج أم اللوزبينج فقال والله يا أمير المؤمنين لا أستطيع أن أحكم بين خصمين غائبين عني فقال أيها الحراس ائتنا بطبق من الفالوزج وهو الفزد بالطمر وطبق من اللوزبينج وهو اللوز بالطمر فوضعهما أمام أبو يوسف القاضي فجعل أبو يوسف يأخذ تمرة بالفزدق يأكلها حتى ينهيها وتمرة باللوز حتى ينهيها وظل يأخذ من هذا الطبق تمرة ومن هذا تمرة حتى كاد أن ينهي على الطبقين فقال هارون الرشيد يا أبا يوسف أيهما أطعم وأحلى الفالوزج أم اللوزبينج فقال والله يا أمير المؤمنين لا أستطيع أن أحكم بين هؤلاء الخصمين هذين الخصمين قال ولما يا أبا يوسف قال كلما أردت أن أحكم لأحدهما أدل الآخر بحجته الله أكبر كلما أردت أن أحكم لأحدهما أدل الآخر بحجته يعني أطعم من بعض الاتنين زي ما تقول كنافة ولا أطايف في رمضان وهذا أيضا يذكرني بأشعب أشعب من التابعين كان يحب الطعام ولذلك أريد أن أقول لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي وأحبابي في كل مكان رمضان لا بد أن يكون لك معه حال مع الله كل ليلة صفحة من القرآن تقرأها تفسرها لأولادك حديث نبوي يحفظونه وتفسره لهم بأمر الله جل وعلا لا يمر رمضان هكذا على الأقل يحفظون ثلاثون صفحة من القرآن وثلاثون حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مثل أشعب أشعب كان يحب الطعام مر يوما على أناس يجلسون على مائدة طعام السريد اللي هو ما شاء الله لقوة إلا بالله كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام كان النبي يحب السريد السريد اللي هي الفتة عندنا بنقول عليها الفتة اللي هي رز وخبز وشربة كده عليها واللحم يوضع فوقها وتقدم في الولائم والموائد وفي الأضاحي وفي العقيقة للأولاد وهكذا فتكون عيدا للفقراء والمساكين وحتى للأبناء والأباء والأمهات فيكون يوما عظيما حينما تقوم بعقيقة أو بأضحية أو بوليمة فالكريم لا يضام فكون كريما وادع أحبابك وأقاربك إلى ولائم في بيتك حتى تنزل عليه الملائكة وحتى يكون بيتا مباركا بأمر الله جل وعلا فأشعب مر على أناس يجلسون أمام بيت يأكلون سريد وأمامهم اللحم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا وعليك السلام يا أشعب فلم يقولوا له تفضل فحب يستفزهم فقال السلام عليكم يا معشر اللئام أنت بخلاء قالوا لا والله كرام تفضل يا أشعب فنزل في وسطهم وقال لهم ماذا تأكلون قالوا نأكل سما هم بيأكلوا لحمة بالفتة وطبعا تلعوا بخلا مش عايزين يأكل معهم لأنه ما شاء الله يعني إذا أكل لن يطرك شيئا لهم يحبوا الطعام فقالوا نأكل سما يعني إحنا بننتحر هنأكل ونموت فابتسم أشعب ومد يده في الطعام وحشى ثمه وقال لهم الحياة من بعدكم حرام ينعيش سوا ينموت سوا نعيش عيش فل ينموت إحنا الكل فضحكوا وأكل وشرب ثم بعد الطعام قالوا له يا أشعب بلغت من الكبر عتيا ولم تحفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أشعب والله ما سمع أحد من عكرمة بن أبي جاهل رضي الله عنه مثل ما سمعت قالوا حدثنا قال حدثني عكرمة بن أبي جاهل رضي الله عنه وخلي بالك عكرمة رضي الله عنه وأبوه أبو جاهل عليه لعنة الله عكرمة كان قائد الميسرة في غزوة أحد عكرمة ابن أبي جاهل كان قائد الميسرة في غزوة أحد وأنا أريد أن أوضح هنا هذا الكلام حتى نعلم أبناءنا أن المثل الشعبي اللي عندنا يقول لك يخلق من ظهر الفاسد عالم ومن ظهر العالم فاسد سبحان الله يعني سيدنا نوح عليه السلام كان نبيا أحد أولو العزم الخمسة ابنه كان كافرا سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ومن أولو العزم الخمسة أبوه كان كافرا فأبوه كان فاسدا أو كافرا وخلق من ظهره نبيا ونوح عليه السلام كان نبيا وخلق من نسله ابنا شقية وقال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فهنا نريد أن نتوقف لنعلم أبناءنا وبناتنا بأمر الله جل وعلا حتى أنني حينما أدعو لأحد أو أدعو حتى لنفسي أو إخواني أو أخواتي أقول أسأل الله أن يرزقكم بر أبنائكم كبر إسماعيل بإبراهيم عليه السلام وكبر يحيى بزكريا عليهما السلام لماذا؟ لأن إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويحيى كان عبدا نبيا وكان سيدا في قومه وحصورا حينما بشر الله زكريا وقال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية فأدعو الله أن يجعل أبناءنا وأبناءكم في البر كبر إسماعيل بإبراهيم عليهما السلام وكبر يحيى بزكريا عليهما السلام لماذا؟ لأن سيدنا نوح عليه السلام حينما قال لابنه وطبعا هنا الهلاك الهلاك في معصية الأب والمية نزلت من السمع حينما نوح سيدنا نوح بنى سفينة على الايه؟ على الشاطئ فالناس كانوا بيقولوا عليه مجنون مجنون قالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جمع من كل زوجين اثنين حتى جميع الطيور والكائنات على وجه الأرض جمعت في سفينة نوح عليه السلام سفينة النجاح ظل يدعو في قوميه تسعمائة وخمسين عام عليه السلام تسعمائة وخمسين سنة سيدنا نوح ومن الإعجاز القرآني إنك لو عديت أحرف صورة سيدنا نوح هتلقى تسعمائة وخمسين حرف وكأن كل حرف يدل على عام من التي دعاها نوح عليه السلام ولذلك أنا أقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال جل وعلا لابد أن نعيش مع القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هذه الآية الآية التاسعة من صورة الحجر عد الكلمات معايا ولابد أن تقف شهر القرآن نريد أن نقف مع القرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبع كلمات بسبع قراءات وبسبعة ألسن كلها كاف شاف بأمر الله جل وعلا القرآن لا تجد فيه حرفا زائدا ولا حرفا ناقصة القرآن الكريم ثلاثون جزءا خلي بالك ستون حزبا متين واربعين ربع ستلاف متين ستة وتلاتين آية سبعة واربعين ألف سبعمية سبعة وستين حرف بعض الأحرف تختلف حينما تحسب المدود أحرفا ولكن الكلمات واحدة فنعيز أولادنا النهاردة يدخلوا على القرآن في رمضان يعني واحد من المشايخ بيحكي له وبيقسم بالله نزل إلى قرية فقيرة في مدينة نائية أو محافظة نائية لا يهتم فيها ببناء المساجد كوسط المدن طبعا عندنا المدن ربنا دايما يبارك فيها تلاقي فيها مساجد فارهة وتلاقي فيها أئمة وخطباء أما القرى في المحافظات النائية سواء داخل مصر أو خارج مصر أو في البلاد المحتاجة كالدول الفقيرة تلاقيش عندهم حتى مصحف في المسجد فبيقول أنا بقول للولد من الأبناء بصلي المغرب وبسأله انت حافظ يا ابني قد إيه من المصحف قالوا والله أنا مش حافظ ألا الفتحة وصورة الإخلاص بس أبويا حافظ مصحفين مصحف في المسجد ومصحف في البيت مصحف في المسجد هو عينه في جنب الواحده لأنه الإمام ومصحف في البيت بيقرأ فيه يعني ليس أحد في القرية عنده مصحف إلا الإمام هذه تحتاج مننا إلى بزل جهد وإنفاق في رمضان وفي غير رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان جبريل عليه السلام ينزل عليه ويراجعه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان فإذا العام الذي مات فيه اعتكف عشرين ليلة بأمر الله جل وعلا شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني 83 سنة وأربع شؤور هذه الليلة المباركة لو كنت ليلها أو كنت العشر الأواخر أدركتها 83 سنة طيب يا من تريد حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام قدم على العمر من الآن وسافر إلى بلد النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد النبي بألف صلاة يعني ليلة القدر في مسجد النبي ستعدل 83 ألف سنة وألف أربعة أشهر طيب لو أقمت هذه العشر الليالي في مكة المكرمة الصلاة بمئة ألف اضرب الثلاثة وتمانين سنة في مئة ألف هيديك تمانية مليون وتلتميت ألف سنة وتلتميت ألف سنة غير الأشهر اضربها في مئة ألف أشهر عظيم هل نحن ندرك هذه القيمة؟ هل نحن ندرك هذه القيمة؟ لا والله قليل منا من يدركها الله جل وعلا قال لنا والآخرة خير وأبقى أين نحن من الدار الآخرة؟ الله جعل في العام أربعة أشهر حرم شهر رجب من الأشهر الحرم وبعد رمضان تأتي الأشهر السلاسة الحرم شوال شهر زو القعدة وزو الحجة والمحرم هذه الأربعة أشهر التي هي أشهر حرم لو أننا نظرنا فيها بأمر الله جل وعلا لوجدنا أن شهر رمضان أفضل منها عند الله جل وعلا فلما فضل الله الشهور والأعوام وفضل الملائكة على بعضهم البعض مليارات الملائكة تريليونات الملائكة فضل منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فضل سبع سماوات جعل أفضلها التي تحت عرشه السماء السابعة لعرش الرحمن قربها له سبحانه الرحمن على العرش استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والتفكر فيه جحود وكفر ولا نكون كالذين قال الله جل وعلا فيهم في الآية السابعة من سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ولكن نكون كالذين قال الله فيهم في بقية الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ولكن يا عبد الله حينما نقول الرحمن على العرش استوى قال الإمام مالك اعلم بأن كل ملك من ملوك الدنيا عرشه محيط به يعني أنا قاعد في الكرسي دلوقتي الكرسي محيط بيه مش أنا اللي محيط به الملك ملك المملكة أو رئيس الدولة يجلس على كرسي العرش العرش محيط به ولكن الرحمن سبحانه وتعالى محيط بعرشه فهو أول بلا اتداء وآخر بلا انتهاء ظاهر فما فوقه شيء باطن فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن إلى يوم أن يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فأمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون